اشتركوا في القناة الحمد لله وهذا ما نتمنى لها يا رب إن شاء الله تبقى في أفضل حال ويحصل لها تحسن سريع وتعود مرة تانية عشان تمارس مهام عملها أنا بس لفت انتباهي أنه تسجيل الصوتي من تليفونها لتليفون المحامي إيه اللي وده للصحف؟ هل ده كان بموافقتها؟ ولا لا؟ الله أعلم على كل حال عادت إلى منزلها المقربين منها بيقولوا أنها في أمان دنيا تمام مستقرة حالتها أفضل بكتير ونتمنى إن شاء الله سرعة شفاءها الجسدي والنفسي واستقرارها وتعود مرة أخرى لحياتها الأسرية أولا ولجمهورها ثانيا لكن مش ده الترند الحقيقة اللي عايز أكلم حضراتكم عنه النهاردة الترند بحكم أن احنا هنتكلم عن تويت عن خامون بعد مئة سنة من اكتشاف مقبرته واحد من الترند كان ايجيبت ساين بيتشن وده لي علاقة بأن الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تويتر بتدعو بعضها البعض للتوقيع على الحملة اللي أطلقها عدد من الأثريين منهم دكتور زايح واس بشأن جمع مئة ألف توقيع لاسترداد حجر رشيد من المتحف البريطاني لحد من حوالي خمس ستة أيام كان دكتور زايح واس بيتكلم على أنه تم تجميع في حدود العشرين أو خمسة وعشرين ألف توقيع طيب بعد المئة ألف توقيع اللي هو مستهدف الوصول لهم إيه اللي هيحصل؟ دكتور زايح واس قال أنه هيبدأ يخاطب المتحف البريطاني عشان يستجيب للمئة ألف توقيع اللي بيطالبه بأن مصر تسترد قطعة من القطع الأثرية المهمة جداً لها حجر رشيد فندوى حضراتكم أيضاً للمشاركة في التوقيع على هذه الوثيقة عشان نقدر نجمع على مئة ألف توقيع يمكن التحرك ده بالفعل إن شاء الله يبقى قوي ومؤثر ونسترد جزء من تاريخنا وهو حجر رشيد الذي نملكه ولكنه ليس بين أيدينا الآن موجود في المتحف البريطاني فده من الحاجات اللي كانت ترندينج النهاردة على مدار اليوم خلونا